زي ما اتركوا من الحلقة خاصة جدا عن فكرة ازاي نطور الكورة بتاعتنا نجيب الناس بقى اللي بتطور الكورة نجيب الناس اللي بيفكروا في تطوير الكورة النهاردة مش لقيين مدير فني لمنتخبنا اه منتخب مصر مش لقيين له مدير فني الطبيعي انك لما تروح تشاور لمدرب تقول له انت جاي تدرى لمنتخب مصر هيجي على طول ايه اللي حصل ايه الازمة اللي ازمة احنا الفاتر فادي ما كناش عارفين ندير وبالتالي وبالتالي اي مدرب بيجي يقول لك لا الناس دي مش هتقفت دي الناس دي هتعمل لي مشاكل سيبك بقى انك قلوس كيروش بيبعت للمدربين يقول لهم ما تروحوش وكبص مش محتاج انا لو مدرب وجاي منتخب مصر هبص هخش على جوجل هخش اشوف اخر مدرب قعد ثلاث مباريات بس اخر المدرب اللي قابليه عنده مشاكل في الفلوس وفلوس قليلة جدا هلاقي الدنيا من لغبطة هقول لك لا بلاش انا روح هعمل مشاكل نفسي ليه فدي مش محتاج يا جماعة صحة من الحاجات اللي عمات التصارب اللي هو يقول لك ايه فلان بيبعت رسالة للمدربين عشان يبوز اللي مش عارف ايه فلان التاني هو اللي بيعمل الكلام ده فيش ازاي يعني احنا على عينك يا تاجر زي بيقول كل حاجة باينة للناس كلها مش محتاج نبعت لحد عموما ربنا يوفقنا ان شاء الله ونجيب المدرب الاصلح لعل التأخير ده يكون فيه خير الفترة اللي جاية اشتركوا في القناة